والسؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمري 15 سنة انا الحمد لله بصلي وبقرأ القرآن والحمد لله مشي على الصلاة المستقيم ولكن انا دايما لما بنام في النهار بشعر بشخص مكتفني ومش ببقى قدرى اتحرك وكمان ببقى صحية وبحاول اني احرم نفسي ولكن مش بيبقى في فايدة ودايما الحد بيوسوس في اذني وبسمع ضحكات شيطانية وكمان حد قال لي اني هاكلك من النار من النار جهنم تلات مرات والموضوع ده حصل معايا لحد الان تلات مرات وبيكون في نفس المعاد على المغرب او العشة يريد حضراتكم تساعدوني اول حاجة اول مساعدة الكلام ده فص مالح وداب خلاص انتهى ما تلتفتيش اليه ولا في اي حاجة الشعور ده بيشعر اللي بيحصل لبنات كتيرة لان هي بيبقى عندها خوف على جسدها او عندها خوف على حياتها فبيحصل لها في الفترة دي فترة المراهقة بيحصل لها هذا الخوف لان هي في الحقيقة بتحس لما بتتغير حياتها وتتغير السمات شخصيتها واسمات جسدها كمان ان احتمال كبير ان هي تتعرض لخطر بسبب هذا التغير فبيحصل لها ده بيحصل لبنات كتير وقد يكون ده سببه التعرض لمخاطر في الصغر في سن سبعة او تمانية او تسعة فبيحصل كل ده الخلاصة ان الكلام ده ولا تلتفتي اليه ولا تهتمي بيه خالص يبقى اول حاجة ولا تلتفتي اليه ولا تهتمي بيه الحاجة التانية انت حذك بتقول ان انت بتصلي محتاجة تذكر الله سبحانه وتعالى اكثر فتذكر الله سبحانه وتعالى ويريد تذكر الله سبحانه وتعالى بالحاجات اللي تريحك يعني شوفي ايه الذكر لو بتحب تقولي يا ودود يا لطيف يا رحيم يا حفيظ كل ده ممكن تقوليه وتقوليه بعدد تحس معه بالراحة يبقى تعملي الكلام ده كمان امر التاني ان انت في احتياج ان انت تدوري على ايه السماتيك الشخصية الكويسة يعني اسألي اللي حواليكي انا انتوا شايفيني ايه احسن حاجة فيه وانت كمان تبص جواك ايه الحاجة اللي انت لما بتعمليها بتفرحي وبتسعدي وبتنجحي لما تعملي التلات حاجات دولة ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكون معاك وخلي بالك دايما ان انت في حفظ الله دايما ردتي على نفسك ان انت في حفظ الله فالله خير حافظة وهو ارحم الراحمين الله لطيف بعبادي ما تخفيش ولا عليك اي شيء وان شاء الله لو عملت الاجراءات دي ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك ويبارك لك ويسر لك امرك